اشتركوا في القناة بقصر الاتحادية حيث قيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعصف سلمين الوطنيين للبلدين وقد عقد الزعيمان لقاء ثنائيا اعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين مباحثات تناولت سوى لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما بعد انعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة بالقهرة باكتوبر 2017 حيث اكد رئيسان اهمية العمل على سرعة تفعيل تلك الاتفاقيات بهدف استمرار الارتقاء باوجه التعاون بين البلدين هذا قد ادل رئيس السيسي ونظير البرتغالي بتصرحات خلال مؤتمر صحفي مشترك وصف خلالها الرئيس السيسي المحادثات بالبناء والعمق والتنوع حيث تم استعراض مختلف اوجه التعاون الثنائي ومراجعة ما تم انجازه خلال الزيارة الاخيرة لسيادته للجبونة في نوفمبر 2016 واود في هذا الصدد ان اشيد بالجهود التي بزلت والتطور الملموس الذي شاهدته مختلف مجالات التعاون بين مصر والبرتغال خلال المرحلة الماضية بما يسرم في تحقيق المصالح المتبادلة لشعبين الصديقين ويدمن استمارة التنسيق المستمر في مختلف المحافل الدولية لقد اتفقنا اليوم على استمارة العمل الوثيق من اجل الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية الى افاق ارحب وتعظيم الاستفادة من الامكانات والفرص المتاحة وصورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بما يؤدي لاحداث نقلة نوائية لتطوير الشراكة بين بلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات وفي مواجهة التحديات المختلفة العابرة للحدود اكد الزعيمان ضرورة التنسيق وتشورة مستمرة لمواجهة تلك التحديات لا سيما ظاهراتي الارهاب والهجرة غير الشرعية ان الظروف الاقليمية والدولية والتقارب الجغرافي بين مصر والبرتغال بانتمائهما المتوسطي انما يستوجب مزيدا من التنسيق والتعاون من اجل معالجة التحديات ومجابهة المخاطر والتهديدات التي تتسم بالتعقيد وصعوبة التعامل معها بصورة منفردة نظرا لطبيعتها العابرة للحدود كانتشار الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والأدوار الهدامة التي تمارسها بعض الأطراف في المنطقة لإسكاء الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وتقويض مؤسسات الدولة الوطنية من أجل تنفيذ أجنداتها الإدلوجية الضيقة وخلال المؤتمر الصحفي المشترك أيضا أكد الزعيمان توافق الرؤاحي لعدد من ملفات المنطقة كتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا فضلا عن سبري مكافحة الإرهاب أكدت لفقامة الرئيس أن مصر تنتهج استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة تقوم على معالجة جزورها أمنيا وثقافيا واقتصاديا ليس فقط دفاعا عن أمنها القومي وإنما أيضا انطلاقا من مسؤوليتها الإقليمية والدولية تناولنا أيضا مسيرة التعاون المصر الأوروبي وسوء الارتقاء به في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والحوار البناء وقد عبرت عن تقديري وامتناني للمواقف البرتغالية الدعمة لمصر في هذا الصدد كما اتفقنا على تعزيز التعاون الثلاثي لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية كان رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرتغالي قد شهد مراسم التوقيع على مذاكرية تفاهم في مجال تعزيز الاستثمار وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فضلا عن بروتوكول تعاون في مجال التعليم والثقافة اشتركوا في القناة